موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقاق الإخبارية مرحبا بكم دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى مراجعة طريقة تعاطيه مع ميليشيات إيران الحوثية وقال وزير الإعلام معمر الإيرياني إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة واستجداء ميليشيات الحوثي سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشالها في الدفع بمسار السلام في اليمن وأوضح الإيرياني في تصريح لوكالة سبا أن ميليشيات الحوثي واصلت بيعز إيراني نقض كل الاتفاقات وتقويض جهود التهديات وانتهجة العنف والإرهاب لفرض مشروعها وجني مكاسب مادية والاستمرار بالعمل كآدات لتنفيذ الأجندات الإيرانية دون أي اكتراث بالأوضاع الإنسانية أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة قنص ميليشيات الحوثي الإرهابية للطفلين منور محمد عبده تسعة عوام وعبد الله محمد قائد الفقيه أحد عشر عاما أثناء عودتهما من رعي الأغنام إلى منازلهما في منطقة الشقب مديرية المواد في تعز وقالت الوزارة في بيان إن استمرار جرائم الحوثي بحق الأطفال والنساء يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان يستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم دشنا اللواء خمسة وثلاثين مدرع العمل التدريبي القتالي والعملياتي المعنوي الجديد بحضور العميد عبد العزيز المجيد رئيس أركاني محور تعز والعقيد محمد الجائفي رئيس أركاني اللواء خمسة وثلاثين مدرع والعقيد عبد الباصط البحر نائب رئيس شعوبات التوجيه المعنوي في المحور وخلال التدشين الذي جرى في مقر قيادة اللواء خمسة وثلاثين مدرع في مدينة العين مدرية المواسط جنوب مدينة تعز ناقل رئيس أركاني محور تعز للمقاتلين تحايل قيادة السياسية والعسكرية شاكرا قيادة اللواء على حسن الإعداد لتدشين العام التدريبي مستعرضا دور اللواء في الدفاع عن تعز من الميليشية الحوثية مؤكدا أننا اليوم نتذكر شهداءنا الأخيار وعلى رأسهم الشهيد اللواء الركن عدنان الحمادي مؤكدا أهمية التدريب وضرورة تنفيذه وفقا للخطط والأوامر والتوجيهات المنزلة وعنوها العبيد المجيد إلى الخطر الذي تمثله ميليشيات إيران الحوثية الإرهابية ودور الجيش في الدفاع عن تعز وعن الجمهورية اغتال مسلحون مجهولون يوم أمس الشيخ ناصر عبدالله طماح الكومين في جنوب صنعاء ولا ذوب الفرار قالت مصادر محلية إن المسلحين أطلقوا النار على الشيخ ناصر الكومين وهو أحد مشايخ مدرية الحدى في محافظة ذمار ظهر أمس بالقرب من الحي الذي يسكن فيه في منطقة دار سلم أشارت المصادر إلى أن الجنات وعقب ارتكابهم الجريمة اقتادوا سيارة الشيخ وعلى متنها جثة إلى جوار مسجد الحي الذي يسكن فيه جنوب صنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار دشنت ميليشيات الحوثية مرحلة جديدة من الانتهاكات ضد قطاع التعليم ومنتسبي في مناطق سيطراتها وقالت مصادر تربوية للشرق الأوسط إن الميليشيات الحوثية صعدت مع بداية العام الجديد من ممارساتها العدائية بحق التعليم مشيرة إلى أن التعسفات التي ارتكبتها الميليشيات شملت جرائم الاقتحام والقمع والإغلاق والفصل التعسفي من الوظيفة العامة وتغيير أسماء المدارس إضافة إلى إدراج تعديلات طائفية جديدة على ما تبقى من مناهج تعليمية استقبل الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر في العاصمة الأردنية عمان رئيس مجلس النواب الأردنية الدكتور أحمد الصدفي بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسية الشيخ عثمان مجلي حيث قدمت دكتور الصدفي واجب العزال الشيخ حميد الأحمر كافة وإخوانه وأسرة آل الأحمر في وفاة فقيد اليمن الكبير الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر وتقدمت دكتور الصدفي باسمه وباسم نواب الأردن كافة بعظيم المواسات للشعب اليمني عامة ولأسرة آل الأحمر خاصة في هذا المصاب الأليم وأشهدت دكتور الصدفي بمناقب الفقيد ودوره القبلي البارز في اليمن أشهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بجهود القطاعات الطبية في معركة السعادة مؤسسات الدولة وتحرير الوطن من تنظيم جماعة الحوث الإرهابية المدعومة من إيران جاء ذلك خلال ترأسه يوم أمس اجتماعا ضم مساعد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عائض الشايف ومدير دائرة الخدمات الطبية العميد الركن داود يحيا ومدير مكتب الصحة بمحافظة مارف الدكتور أحمد العبادي ورئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبد العليم حسان تمكن مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التابعة لمركز المايك سلمان من انتزاع 1282 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2023 كانت ميليشية الحوثي زرعتها في عدة مناطق يمنية وقالت وكالة واس إن الألغام المنزوعة شملت ستة ألغام مضادة للأفراد ومائة وثلاثة وعشرين لغما مضادة للذبابات وألفا ومائة وواحدا وخمسين ذخيرا غير متفجرة وعبوتين ناس فتحين قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها وثقت 92 انتهاكا في حق وسائل الإعلام والصحفيين والحريات الإعلامية خلال العام المنصر وأكدت النقابة في تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022 استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في اليمن واضح التقرير أن الانتهاكات شملت حالة قتل وحالة تعذيب بالإضافة إلى الاعتداء على صحفيين وأسائل إعلام والمحاكمة والاحتجاز لحرية صحفيين ومصورين والتهديد والتحريض وحرمان الصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية كما شملت إقاف الإذاعات إذ لإذاعات محلية ومصادرة لمقتنيات صحفيين وقطع لمرتبات العاملين في بعض وسائل الإعلام وأزدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات وأشار التقرير إلى أن الصحفيين عبدالخالق عمران وتوفيق المنصور وأكرم الوليدي وحارث حميد يواجهون حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية عانت محافظة إب خلال العام 2022 من ارتفاع معدلات العنف الأسري والقتل العائلي في ظل سيطرة ميليشية الحوث الإرهابية ووثقت إحصاءات صحفية 14 جريمة عنف الأسري في محافظة إب خلال العام الماضي أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة طفل فيما وثقت تقارير حقوقية حوادث قتل أخرى أقدم فيها مقاتلون حوثيون على قتل أقاربهم ووفقا لإحصائية فإن جرائم القتل العائلي في محافظة إب ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 51 جريمة أسفرت عن مقتل 66 شخصا وثماني حالات إصابة تمكنت الأجهزة الأمنية في تعزم ضبط معمل لتصنيع الخمور والقفض على صاحبه بتهمة تصنيع الخمور وتوزيعه وبيعه وتورطه في جريمة قتل وقضايا جنائية أخرى ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن مصدر أمني قوله إن عملية الضبط تمت بالتنسيق بين إدارة البحث الجنائي وقوات الحملة الأمنية بشرطة تعز بعد عملية رز دقيقة وجمع معلومات عن مكان المعمل تشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر دورة تدريبية حول آليات تخطيط وإعداد الملاقصات وتنفيذها في الواقع الميداني وأشار نيمر خلال تدشين الدورة إلى أهمية تأهيل كوادر السلطة المحلية حتى يتمكنون من إنجاز المشاريع بواصفاتها الفنية وقال نيمر إن السلطة المحلية تستهدف ضمن أولوياتها المشاريع الخدمية في قطاعات التعليم والصحة والطرق من جانبه أوضح مدير عام إدارة البحث والتدريب محمد أحمر شملان أن الدورة تهدف إلى تمكين الفنيين والمهندسين في المحافظة من إعداد وتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع وإجراء المناقصات عليها مشيرا إلى أن الدورة ستستمر لمدة خمسة أيام مشاهدين موجز ننتهى في هذه الدقائق الإخبارية شكرا لطبي متابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة